أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة السليمة لمختلف المنشآت تعزيزاً لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة التي يشهدها العالم حالياً جاء ذلك خلال ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة جهود الحكومة لتحسين مستوى كفاءة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال استعراضي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية وكذلك خلال مشاهدته لاستفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المضرعة بالجيش الثاني الميداني شد المدبولي على أن تلك الكلمات بعثت رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة المصرية على حماية حدودها ومقدرتها وأنها دائما تسعى لإكرار السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي وذلك بما يحقق لمختلف الشعوب الأمان والاستقرار وتقدم